في بداية الاحتفال بإطلاق فعاليات اسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي يصادف الاسبوع الأول من شهر شباط من كل عام ألقى وزير الأوقاف الدكتور وائي العربيات كلمة قال فيها ما أحوجنا اليوم أن نرقى بفهمنا لحقيقة الأديان التي يسعى المتطرفون إلى إخفائها حتى تسهل سيطرتهم على البسطاء من الناس مستغلين الحاجة والعوز والفقر بينهم للوصول إلى أهدافهم ودعم مخططاتهم وأضاف في الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين ورجال الدين المسيحي والإسلامي وجمع كبير من الحضور إننا اليوم بما نحمله من رسائل إصلاحية كرسالة عمان ومشروع كلمة سواء قادرون على تخطي كافة الأزمات التي أحدثها أصحاب المصالح الضيقة والتي لا ترقى إلى فكر المجتمع والأمة إن خوارج العصر لن يثنون عن مسيرتنا الإصلاحية ولن يخترقون بفكرهم الميت والمشوة وسنبقى بوحدتنا ووئامنا سدا منيعا ضد مؤامراتهم وكما جاء في رسالة عمان فالأمل معقود على علماء الأمة أن ينيروا بحقيقة الإسلام وقيمه العظيمة عقول أجيالنا الشابة زينة حاضرنا وعدة مستقبلنا بحيث نجنبهم مخاطر الإنزلاق في مسالك الجهل والفساد والانغلاق والتبعية وتنيروا دروبهم بالسماحة والاعتدال والوسطية والخير وتبعدهم عن مهاوي التطرف والتشنج المدمرة للروح والجسد ثم ألقى وزير الثقافة الأسبق السيد جيري السماوي كلمة أشهد فيها بسياسة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة الذي استطاع بحنكته أن ينأى بالأردن بعيدا عن نزاعات التفرقة والكراهية التي عصفت بالمنطقة وجعل من بلاده دولة قائمة على الانفتاح والتعددية والإيمان بالآخر حتى صرنا في هذا البلد نرى من خلفنا ميراثا مضيئا من الحضارات صنعه الأسلاف وننظر إلى الحاضر فنرى وطنا أنموذجا أنجزه الأبناء لقد تأسست الدولة الأردنية على مشروع ثقافي عروبي إنساني وحضاري يؤمن بالإنسان والأرض ويؤمن بالحياة ويؤمن بالآخر شريكا ورفيق درب وعضيد مسيرة ومن هنا جاء طرح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله في مبادرته الرائدة عام 2010 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون نداء إلى العالم كله لإعادة الاعتبار إلى الوئام والسلام والعيش المشترك مدير مركز التعايش الدين الأبنبي الحداد قال من جانبه نلتق اليوم وفينا كبير اعتزاز بالوطن وبصاحب مبادرة الوئام جلالة الملك عبدالله الثاني مشيرا إلى أن قدر الأردن أن تبقى سفوحه شاهدة للوئام وهي تردد على الدوام التمجيد لله في الأعالي وتستمر قيادته ماضية في صنع السلام على الأرض ونشر الوئام والمسرة بين بني البشر في الوئام نصلي من أجل الوطن والقائد الأعلى والأرقى والأنبل وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية حماة الأمان والوئام ومن أجل كل أهلنا ومع الصلاة سنبقى نعمل وقل اعملوا سنبقى نعمل خلفهم جميعا فإنسانيتنا وتوحدنا ومواطنيتنا والصالح الوطني العام يقتضي منا أن نحفظ الوئام ونحافظ عليه منجزا أردنيا غاليا عزيزا فيما نرى حولنا إخوة يعيشون الحزن والضياع ممن فتك بهم داء الكراهية ومرض التطرف والتشردم وخلال الاحتفال الذي تخلى له عرض فيلم أنتجته وزارة الأوقاف الأردنية والذي أوضحت من خلاله وعي الشعب الأردني لأهداف المتطرفين الإرهابيين الرامية إلى زرع الفتنة ونشر العنف بين المجتمعات العربية ألقيت العديد من الكلمات التي أجمع فيها المتحدثون على أن الأردن يشكل نموذجا متميزا في التعايش والتآخي بين المسلمين والمسيحيين ومثالا يحتذا بتجسيد معاني الإخاء والمحبة بين أبناء المجتمع الأردني الواحد داعين الله أن يحفظ الأردن عزيزا قويا منيعا بهمة علمائه وشبابه وقيادته وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني قائدا عظيما وعادلا وأبا كريما وحانيا